هذا وقد شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المنتدى الحضري العالمي في نسخة الثانية عشر والمنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية حضر افتتاح المنتدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس مجلس السيادة الانتقالية بجمهورية السودان عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة لمستوطنات البشرية أنا كلوديا روسباخ وشاركت أيضا في المنتدى وفوض أممية ودولية رافعة المستوى لتتوجه أنظار العالم صوم مصر وتجربتها التنموية الحديثة ولبحث معجلة قضية التحضر العالمي وإيجاد حلول لأزمة الإسكان العالمية